هناك زوج قد أخذ زوجته معه لأداء فريضة الحج على نفقته لأن الزوجة ليس لها دخل ولكنها ربة منزل وبعد عودتهم من أداء الفريضة كل ما حدث بينهما شجار أو نزاع يقول لها لقد حججتك وهي تقول له حقي عليك بعد خدمتي ذلك وإن جابي للأطفال فما رأي فضيلتكم لذلك وبما لا تنصحونهما لذلكم الله خيرا وهل لو أن بالزوجة دخل هل يجوز لها أن تحج بمال زوجها أم تحج من مالها ودهنا لذلكم الله خيرا نشك أن الحج يجب على المرأة بشرطين الشرط الأول يتكون مستطيع أن يواجبك للمال الذي تستطيع به لفقات الحج فهابا وإيابا الأمر الثاني يجب المحرم الذي يطحبها الحج إذا توفر على أن الشرطان نجبت عليها حجة الإسلام غريبة أما ما عدا حجة الإسلام فإنه يكون تطوعا وإذا لم يكن عند أمان وكان عند أمان وحجة لها زوجها هذا تفضل منه لا يجب عليها أن يخذها أو أن ينفق عليها في الحج وإنما هذا تفضل منه بجاء الله خيرا ولكن لا يجب له أن يتمند عليها مع ذلك وحجلها بكل مناسبة لأنها لا يبتل ثوابه على الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبتلوا صدقاتكم من من والأذى فهذا الذي يحج بمرأته وأحسن إليها أحسن فهذا فضل صدقاتكم منه عليها ولا يجب له أن يبتله بإمام عليها وألاها أنا ذلك ذلك لتواجه فيها جزاكم الله خيرا وحنا إليكم